كشف وزير التربية في إقليم كردستان ألان حماس عيد أن اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة وأن الوزارة قد اقترحت السادسة من شهر شباط المقبل موعدا لاستئناف الدوام في المدارس وقال حماس عيد في تصريح أدلبه للصحفيين في مدينة السليمانية إن اللجنة من المقرر أن تجتمع في الثاني من شهر شباط المقبل لتصدر قرار حول استئناف الدوام وأكد أن الوزارة ماضية في استئناف العملية التعليمية داخل المدارس في حال استمرار انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا قائلنا إن الوزارة يقع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة التدريسيين والمعلمين والطلبة وتابع حماس عيد أن الوزارة تسعى إلى أن لا يذهب العام الدراسي 2020-2021 سودا وأن الدوام سيشمل الفصلين الدراسيين الأول والثاني في حال استئنافه مرة أخرى داخل الأوسط التعليمية مشيرا إلى أن الوزارة اقترحت أن يكون السادس من شهر شباط المقبل موعدنا لاستئناف الدوامة ترجمة نانسي قنقر